باركة أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير سعود بن نايف توقيع عقد مطار حفر الباطن أعمال المطار تنتهي وفق شروط العقد في العام المقبل وبموجبه ستزداد عمليات التشغيل ضعفين ونصف تقريبا ليخدم نصف مليون مسافر سنويا هدف الوزارة هو توسعة المطار لمضاعفة قدرة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمات القائمة في المطار اليوم دش توسعة في هذا المطار ووقع توسعة أخرى أيضا لنفس المطار هم في شك أنه سيكون فيه أساسا انفتاح للخارج فيما يتعلق عملية الاستقبال المستثمري الأجانب من عملية استثمار الدخول كثير من الفرص الاستثمارية التنموية كذلك وينعكس كثيرا في عملية القوة الشرائية التي تتميز فيها حفر الباطن تتميز قوة الشرائية عالية تتميز ببنية تحتية متكاملة ولذلك المطار هو الوحيد الذي كان ينقص المحافظة بشكل مباشر فلله الحمد لله هذا المطار يكمل منظومة رئيسية كاملة لعملية اكتمال الخدمات في محافظة حفر الباطن أكثر ما يتوقع من إنجاز مطار حفر الباطن وتحسين الطريق هو حدوث نمو اقتصادي يشمل كافة المستويات هذا المشروع حينقل المحافظة أو مطار المحافظة إن شاء الله إلى مستوى أعلى وربما إن شاء الله يكون في رحلات عديدة طبعا دولية ورحلات داخلية أخرى كما تعلمون إن المحافظة تبعد عن الكثير من المناطق الرئيسية والمطارات الرئيسية مسافة تقريبا 500 كيلو متر تأتي منظومة النقل في مقدمة اهتمامات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأنها تتصل بحفظ النفس والمال وتمس راحة الناس خالد الجناحي الإخبارية الدمام